هنا واحدة قالت رأيت حية حنش يقبص يدي يعني يلدغ يدي ينهش يدي قالت هذه الرائية بعدين أعطوني شيء علشان السم لا يدخل في جسمي أعطوني شيء علشان هذا السم لا يدخل في جسمي تفسير ولدها يطلب منها فلوس ويضيعها لا تعطي وإذا عطتها تعطي بالقطارة بس تسكيتها وإبرة تخدير يعني أيش الرابط هنا طبعا حنش قبص يدها يعني لدغ يدها شيء يتعلق باليد مثل الفلوس إنها تعطي وتأخذ والسم اللي موجود يعني كلام السم يتسلل إلى الجسم بتسلل مثل اللسان يقعد يقولها محتاج وما إلى ذلك فتعطي بمساياسة هنا إذا لاحظنا أن الرؤية بصفة عامة ما قالت هي الحقوني اقتلوا الحية مباشرة قال عطوني شيء علشان السم لا يدخل في جسمي نست الحية كلها ونست الحنش معناها هو أكبر شيء تخاف منه وقت القبصة معناتها واحد من أهل بيتها متعودة عليه والله أعلم ترجمة نانسي قنقر